حقيقة على العراقيين هي كانت مئة يوم ناجحة بامتياز سيد رئيس وزراء لاحظنا الطاقة الداخلية كانت فعالة جدا في تفكيك المشاكل وفي مقدمة قضية الفساد ولاحظنا تجاه حول سرقة القرن وتفكيك هذه العملية الخبيثة التي أرادت أن تدمر حقيقتا بنية الاقتصاد العراقي وتعطي سمعة غير جيدة حول تحديات دارة الجهاز الحكومي وخصوصا في قضايا وصناديق ضامرة لا تستطيع المواطن وحتى الإعلام وكذلك المعلومات الطبيعية للمواطن حول حركة المال وحركة المؤسسات المالية في العراق حول هذه الصناديق وبالتالي خطوة كانت مهمة وفعالة جدا من قبل السيد رئيس وزراء في المضي في عملية استرداد هذه الأموال وإيداع هؤلاء المجرمين حقيقة وفقا للقوانين النافذة وكذلك التركيز على مسار جديد لعملية مكافحة المال أو كذلك الفساد في قضية استرداد الأموال وهذه كانت مقطة مهمة جدا أتوقع أنه فعالة وسوف تمضي بها الحكومة العراقية وأصبحت أولوية أساسية حتى في السياسة الخارجية العراقية لكن هنا البعض يقول أن الأموال التي تم استردادها لا تأتي بنسبة جدا بسيطة من حجم المبلغ لكل أموال لا غير صحيح هذا الأموال بالمناسبة السارق الذي الآن هو متهب وفقا للقضاء العراقي حقيقة نور وآخرين أموال هي ليست أموال سائلة وإنما أموال جامدة في عقارات وكذلك بالمقابل قد تكون بعضها خارج العراق وبالتالي تعمل الآن الحكومة العراقية تم الحكومة عليها أستاذ حسين طبعا أكيد لا ومو بس تم الحاجزة تم استرداد جزء منها ومعرضه السيد رئيس وزراء حقيقة في المؤتمر الصحفي كان مهم جدا لأول مرة نرى أموال حقيقية سواء بالعملة الوطنية العراقية وبالدولار